نعم ردود الفعل ما زالت تتوالى هنا في خطاع غزة من قبل الفصائل الفلسطينية التي كان جميعها لها ردود فعل نبدأ بحركة حماس التي أدانت هذا الاقتحام من قبل بن غفير ودعت إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك ومنع بن غفير والمستوطني من استمرار الاقتحام لباحات المسجد الأقصى المبارك الجبه الشعبية لتحرير فلسطين قالت بأن هذا الاقتحام هو بمثابة صب الزيت على النار وأن أبناء الشعب الفلسطيني لن يسمحوا وتمرير مثل هذه الجريمة التي ارتكبها من غفير حركة فتح قالت بأن هذا الاقتحام لن يغير من الواقع شيء وأن المسجد الأقصى سيبقى مسجدا ملكا للفلسطينيين وللعالم العربي والإسلامي وكذلك حركة الجهاد الإسلامي التي أدانت هذا الاقتحام ومن جهتها الفصائل الفلسطينية ربما خلال الساعة القادمة ستعقد اجتماعا كما علمنا في قناة الغد سيكون هناك اجتماع للفصائل الفلسطينية لتدارس هذه التطورات التي جرت في المسجد الأقصى ومن ثم الخروج ببيان صحفي مشترك لكافة الفصائل الفلسطينية حول ما جرى صبيحة هذا اليوم فهناك حالة من الغضب الشعبي والجماهيري الكبير هنا في قطاع غزة سيما وأن خلال اليوم الماضي كان هناك تطمينات بأنه لن يكون هناك اقتحام للمسجد الأقصى بعد أن أجرت الفصائل الفلسطينية وبالتحديد حركة حماس أوصلت رسائل للجانب المصري كونه هو الراعي لاتفاق التهدئة بضرورة عدم السماح بمثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تعيد التوتر الميداني الجديد في قطاع غزة بالتزامن مع هذا الاختحام هناك تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في كافة أجواء قطاع غزة وهذه الطائرات هي بمثابة نذير شؤم للفلسطينيين كونها تقوم برصد أهداف الساعات القادمة ربما تتوالى ردود الفعل والكل يرقب إلى أين ستصل الأمور سيما أن هذا الاختحام كانت الفصائل الفلسطينية قد حذرت من قيام بن غفير بتنفيذه وأيضا من الصمت العربي والدولي تجاه ما جرى تجاه المسجد الأخصى من هذا الاختحام والذي كان يكون هو بمثابة فتيل لإشعال مواجهة جديدة ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل